من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الدور الريادي لمملكة البحرين في نشر قيمي ومبادئ التعايش وثقافة السلام بين دول وشعوب العالم يشكل نتاجاً للمشروع التنموي الشامل والمبادرات النبيلة لجلالة الملك المعظم وبمناسبة اليوم الدولي للضمير أعرب معالي عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة الزاخرة والحافلة بمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم والسجل المشرق بالإنجازات والنجاحات القائمة على المبادئ الإنسانية والقيم الأصيلة والمتجذرة منوهاً معالي إلى اليوم الدولي للضمير الذي يعد رسالة بحرينية وإنسانية للعالم من أجل السلام والازدهار وتقديراً دولياً رفيعاً لمملكة البحرين وأشار معالي إلى أن الإنجازات الوطنية تتحقق بالمبادرات الرفيعة التي تقوم بها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم جهود تعزيز السلام والقيم الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة على أسس الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان